وبهذا المقطع سنتعلم أفضل وأسهل طريقة لحفظ النسب المثلثية للزوايا الخاصة من خلال دائرة الوحدة والنقطة المثلثية لاحظ دائرة الوحدة نصف قطرها وحدة واحدة مركزها نقطة الأصل على محور السينات هنا النقطة ستكون 1 و 0 بالاتجاه الموجب بالاتجاه السالب ستكون سالب 1 و 0 إلى الأعلى على محور الصادات ستكون نقطة 0 و 1 وإلى الأسفل 0 و سالب 1 هنا الأكس أو الأحداثي السيني يمثل كوسين الزاوية الواي أو الأحداثي الصادي رح يمثل ساين الزاوية الزاوية التي يصنعها المتجه مع محور السينات في الاتجاه الموجب أول زاوية هنا عندنا زاوية 0 ولاحظ المتجه منطبق على محور السينات كوسين الصفر رح يكون 1 و ساين الصفر هو الصفر فذل الزاوية صفر اللي نسميها 360 و مضاعفاتها و كذلك الـ 2π و مضاعفاتها بالقياس الدائري الكوسين إلها رح يكون 1 و الساين صفر و التان يجي من قسمة الساين على الكوسين صفر على 1 يساوي صفر ننتقل للزاوية البعدها نأخذ زاوية 90 لاحظ الزاوية 90 سميها πي على 2 بالقياس الدائري الكوسين إلها صفر و الساين 1 إذن الزاوية 90 اللي هي πي على 2 الكوسين إلها صفر و الساين 1 و التان يجي من قسمة الساين على الكوسين 1 على صفر هنا المقام رح يكون صفر و نقول تان التسعين غير معرف غير معرف ننتقل للزاوية 180 اللي نسميها بالقياس الدائري الكوسين إلها صالب 1 و الساين صفر نقال 180 اللي هي πي الكوسين صالب 1 و الساين صفر و التان يجي من قسمة الساين على الكوسين صفر على صالب 1 يساوي صفر الزاوية اللي بعتها هي زاوية 270 أو نسميها بالقياس الدائري 3 باي على 2 الكوسين إلها صفر و الساين صالب 1 270 3 باي على 2 الكوسين صفر و الساين صالب 1 و التان يجي من قسمة الساين على الكوسين صالب 1 على صفر أيضا هنا يكون المقام صفر و نقول تان الميتين و سبعين هو غير معرف هنا عندنا ثلاث نقط متلثية للثلاثين وللخمسة واربعين وللستين لنحفظهم الزاوية 30 و الزاوية 60 متتامة يعني واحدة عكسة ثانية زاوية 30 نسميها باي على 6 الكوسين إلها جذر الثلاثة على اثنين و الساين واحد على اثنين و التان يجي من قسمة الساين على الكوسين تختصر اثنين مع اثنين التان للثلاثين راح يكون واحد على جذر الثلاثة ننتقل للزاوية 60 اللي هي قلنا عليها عكسة زاوية 30 الكوسين إلها واحد على اثنين والساين هو جذر الثلاثة على اثنين و تان الستين يجي من قسمة الساين على الكوسين و راح تختصر الثنين مع الثنين يبقى عندي جذر الثلاثة هو تان الستين زاوية 60 نسميها بالقياس الدائري باي على ثلاثة الزاوية الأخيرة هي زاوية 45 اللي هي بالقياس الدائري باي على 4 وهنا الكوسين هو الساين وتشابه الكوسين هو واحد على جذر الثلاثة والساين واحد على جذر الثلاثة كوسين 45 هو واحد على جذر الثلاثة وساين 45 هو واحد على جذر الثلاثة والتان من قسمة الساين على الكوسين راح يساوي واحد